موسيقى هاي لجميع العم يشاهدونا عبر موقع الفن معكم دايتشن عبير أبرجيلي ضمن نصيحة ميحة مع عبير اليوم رح نحكي عن الشوكولات الشوكولات بنصح الشوكولات ما بنصح نضعنا عبير اليوم انا رح خبركم ورح نضوع هذا الموضوع لازم تعرفوا ان الشوكولات هو اقل شي بانواع الحلو بيحتوي على سعورات حرارية بالمئة جرام يعني باللوح الكتير كبير عنا بالخمسمية للخمسمية وخمسين واحدة حرارية فعادة نحنا كخبرة تغذية بننصحكم انتم تاخدوا بالنهار عشرين جرام شوكولات ما يزيد وزنكم ما تتخطو لعشرين جرام هلا اذا كنتم تعملوا رياضة وعم تعملوا حركة رياضية وتحرقون فينا نضيف شوكولات كمية هلا اي نوع شوكولات مفيد و اي نوع شوكولات نحنا بنصح فيه اكتر اكيدا هون بنجي لشوكولات داكن اللي ما بيحتوي على الحليب ولا على زبدة الحليب شوكولات داكن هو الصحي وهو اللي بميح لجسمنا لمنعتنا بيحتوي على مواد مضادة للتاكسود ونحنا بننصح فيه نسبة لاحتواءه على الكاكاوو فهون لازم ننتبه كلمة نسبة الكاكاوو اعلى بالشوكولات كلمة هو صحي اكتر في نقطة كتير مهمة رح نضوي عليها انه شوكولات داكن اكيد مهم لانه بيحتوي على كاكاوو اكتر بيحتوي على معادن اكتر منه زنك وايضا بيان من خلال الابحاث العلمية مدى اهميته كمان هون وتأثيره الايجابة على الكوليستيرول وضمن حملة غذائية متوازنة على الوزن فكمان ما فينا نغض النظر قدي هو مفيد كمان لمحاربة الكائبة ومحاربة التوتر وهون في شغلة بدنا ننتبه له انه شوكولات شو ما كان ان كان الشوكولات داكن او شوكولات ابيض او حتى شوكولات حلو كلهم بنفس الكمية يحتوي على الوحدات الحرارية ولكن متل ما شفنا انه شوكولات اسود عنده فويد كتير كبيرة للصحة لازم نركز عليه اكتر فتني ولو في حال حبيتو تتني ولو شوكولات شوكولات المر شوكولات داكن ان شاء الله تكونوا حبيتو ناصيحة اليوم وان شاء الله تكون الناصيحة نيحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة